بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله استكمالاً لقرس السويل ميكانيكس إن شاء الله استكمالاً برضك لشابتر 1 اللي هو المقدمة عن الكرس هنتكلم النهاردة على اللي هو يعني الكرس بتاعنا إيه مكوناته عندنا مقررين علينا في هذا الكرس أو الشابتر اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هو بالأجزاء المختلفة بتاعته وبعدين الجزء يعني هبتدي نشوف مبادئ السويل بتاعتنا والخواص الفيزيائية بتاعتها وهندرس وهنا هنتدي بأنتكلم في الخواص الهايدروليكية للسويل بالإضافة طبعاً ده بقى دخلنا في أو الخواص الميكانيكية للسويل شابتر فايف عبارة عن هندرس الشير سترنس بتاعنا نشوف إزاي نجيب السي ونجيب الفاي وإيه هي السي وإيه هي الفاي شابتر سيكس هنبتدي نتكلم بقى على والهبوط يعني التصلب والهبوط بتاع السويل وإزاي نعمل تجربة الكونسوليديشن ونطلع منها المعاملات المختلفة وبعدين إزاي نحسب الهبوط بتاعت السويل شابتر سيفن ده الإرس بريشر هناخد النظريات بتاعت الإرس بريشر هناخد نظرية قلم ورانكن ونبتدي نشوف إزاي نحسب الإرس بريشر بتاعت السويل أما شابتر ايت فهو هيبقى جزء خاص بي او ثبات الميول وده يعني مش هنخش فيه جامد هناخد فيه بعض الحالات بتاعت السويل للسويل طيب ايه الريفرنس اللي انت ممكن ترجع لها عشان تراجع معنا القرص فيه عندنا طبعا كتاب بتاع سرينكا وده طبعا من الكتب كويسة جدا في السويل وطبعا فيه المرجع الأساسي بتاعنا اللي هو السويل ميكانيكس لبريتوري مانيور لداس وممكن كمان تقدر تخش فيه الادفانسد سويل ميكانيكس برضك لداس من الكتب المهمة جدا في السويل ميكانيكس ان شاء الله تستمتعوا معنا في الكورس بتاعنا ولو فيه أي استفسار ممكن تكتبه تحت الفيديو واحنا نجاوب لك عليه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته